اشتركوا في القناة اول شيء ذكرى مولي بنبوي شريف مباركة على الجميع والله يدخل علينا بصحة والسلامة وباش ما كتمنوا وان شاء الله الله يخلي بلدنا دائما منور على جميع الأصعيدة وعلى جميع المستويات خليكم معنا باش تكتشفوا دابانيت شكونا وضيف حلقة اليوم ضيفنا اليوم الفنان وسامة كامال سلام عليكم ومرحبا بك الله يحبتك سلام عليكم الله يحبتك فهي ذكرى مباركة مباركة الله يبارك فيك الله يبارك فيك ذكرى مباركة على المغربة جميعا هذا ضعر كبير عند الأمة ما هي ذكرية لك مع الموليد النبوي وسامة؟ ذكرية جميلة في الحقيقة جميلة بزاف ضعر جميلة من مبار عمي احنا لدينا واحد القاعدة يعني في يوم العيد الموليد النبوي كنتجمعوا دائما كنتجمعوا البرضة كنتجمعوا الهمزية بواحد شكل جماعي وتقليدي وهذا كان أتصر فيه من منذ الصغر يعني كان واحد الافنمون اللي كانت تصنوها كل عام يعني دائما تقاليد حاضرة في العائلة دي لكم دائما حاضرة يعني دائما صرتوا في هذه المناسبات الدينية وسوقتوا صرتوا في العيد الموليد النبوي كان لديه طابع خاص إنه كنتجمع العائلة كاملة وكان قراروا البرضة والهمزية ما ذلك الشكل التقليدي دي المغاربة جميعا وش من هنا باش اهتمتي بالأمداح نبوية؟ كان اهتمام بحلقة من صغر بدينها بترتيل القرآن الكريم وقدرنا مجموعات كنا صغار بحلقة ضيغة سيونسلوها براها واحد أحد السيدلي معاكم أنا خدام في ميديان تيفي مخرج معاكم من ضيغة كنشكرون من هذا المنبر كنسلموا إليه؟ أولا كان معاكم؟ ايه كان معنا كانت جمعوا بحلقة كنديروا مجبودات مجموعات مجموعات الأناشيد الأمداح كانت تكون مناسبة في حلقة سواء الدينية أو الوطنية كنا نشاركوه في مركب تقافي في الحين محمدي أو في مركبات أخرى كان واليوم أو تخصص ديالك تقريبا كل دكرة المولد كتخرج أمداح أو أغنية دينية هياك؟ هدا أول اللي درت مؤخرا يعني في شك في كل مناسبة كان نحاول نخرج شي حاجة جديدة باش ننذكر الناس بهذه المناسبة هذه اللي مخصصة جموت اللي خصصة تبقى دائما حيا ولكن نريد أن الدين لا يوجد أمداح النبوية أو السابع الدين لا يمكن أن نفتح على مواضيع أخرى نغني على أي حاجة وخاطب الإنسانية أنا كنقول أي موضوع لا يمكن أن نتغنى به ما يختلف هو نوع الكلمات نوع الكليب نوع الترويج هذا الموضوع ممكن بالنسبة لك أنت ترى أن أغنية هادفة ممكن تكون عندها طابع ديني وممكن تطرق المواضيع حتى الشبابية أو المجتمعية طابع الهادف والذي نحن مع الموضوع المواضيع الاجتماعية والذي أي حاجة تتوشي المغربة والمسلمين والإنسانية نغني عليها كيف كيف نقدم هذا 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 هو الاختلاف القالة يكون محترم ويقدم واحد القيم واحد الرسالة نبيلة تماما لأننا كنت أقولهم الهدف هو كل بيت بكل أرياحية والناس تفرج مع عائلاتهم يعني 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 ما يكونش فيه خدش للحياة وميكونش فيها شي حاجة يعني ما هي مثلا مثلا رسولتك اليوم على الرسالة الفنية رسالة هي هذه أنا أعتبر أولا أن الفن رسول والفن رسالة ورسالتي هي الفن الراقي حيثما حله وارتحل ويخاطب الجميع كما قلت قبلها سابقا يعني يخاطب الإنسانية كاملة ماشي ضروري أنه يكون موضوع يعني في المديح والسماع في المناسبات اللي كتكون رمدان كيكون العيد الموليد نقدموش حاجة في هذه المناسبة ولكن نقدرنا نفتحوا أي مواضيع وشنو رأيك تحفظ لبعض الناس فيما يخص استعمال بعض الآلات الموسيقية أو بعض إيقاعات الموسيقية هذا موضوع الذي كبر مني شي شوية أنا دائما كمشي بالقلب بشنو كيقول لأنه كان قدرنا نقوله حاجة زوينة حاجة خيبة لكن الداخل لكل إنسان تحس بأنه لا تدير حاجة خيبة فالموسيقى بالنسبة لي هي لسان هذا الزمان و تتخاطب أي شخص بالعكس إذا كانت رسالة سوف نوصلها سوف نوصلها بشيء بشيء مستقبلا بشيء أغنية وطنية أغنية وطنية أغنية وطنية نقدرون أغنية وطنية نحن أولاد المغرب و كبرنا في المغرب بالعكس هذا شرف كبير أغنية وطنية 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 أغنية وطنية بحيث الكلمات والألحان ولكن بالجودة والتصوير والجودة والقالب التي تضع فيها كان ستة أغنية في الستثمار في نيبال لا كان استثمار كبير في طهي يا نبي كان استثمار كبير وكذلك كانت أعتبر شخصة نوائية في الموسيقى في الموسيقى إن شاء الله سوالك على الناس الذين يطعون إلهام وقوة ربما في الأمداع أو النشيد أو في الطرب كبير مثلا أعرف أن أنا كبار بزاف ولكن نذكر المدارس الكبيرة وأم كلهم محمد عبدالوهاب وديع الصافي وجله كثيرا فيروز اسمهان هذو الكبار ومن المعاصرين قاعدة أكبر ولكن كيف يبقوا هذو وما الأصل الذي تشربنا منه مثل الفن تكلمني أكثر أسامة كامل على البدايات ديالك فقاش كيف كانت وش كانت وحلوات متدبديبة كانوا نصائح مهمة اللي فادوك البدايات بشكل بروفيسونال بدات مع واحد صديق ديالي اللي اقترح اللي نكتبوه أغنية ديالي 2011 كان كتبها لي اسم محمد شهابي وكان لحنها سيبراهيم رمزي وكتبنا هذه الكلمات ولحنهم سيبراهيم وقلنا نبدأ هذا نشكره وقلنا وزعناه في صديق محمد بيساط وكان عمل جميل جداً كانت مناسبة زيادة ديالي مالاك وبدنا بيساط لنطف وكانت خرج هذا العمل وقلنا صادة طيب وغير في مجلس مجلس وقلنا تبريد مجلس بيساط تبريد تزياد وطاقة 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 تستطيع كثير من هذا وطاقة وقد كانت محضة مجلس أنا مجلس أعطي في العمل في العمل في في المناجمات الفينانسية و عندما دخلت للمغرب كان خدم في إدارات وتحكم في مشاريع قررتك في أمريكان و خدمتك في أمريكان شوية؟ لم أخدمتك في أمريكان جئت للمغرب خدمت و بقيت خدم في إدارة المشاريع مني بديت تقريباً يعني عندك فول تايم و لكن بالموازات لهذا الشيء كامل سوف نرىك أكثر إن شاء الله وهذه الفكرة وهذا المضمون والوليدات وهذا الشيء خاص في أمريك و بالموازات معها لأنك هابي مزيان وهذا الشيء يمشي في الموازات و كين ميول فني عند أفراد العائلة و كين ميول فني عند أفراد العائلة ديالي هنا الأدون كينة الموسيقية و الضوقة و كين و من جيت نسابي كين جيناد الفني سبارك الله و بنتك و كينة و كينة و كينة و كينة و كينة و أعطيتها شريطة لها و أتحبت أن أدخلها إلى الكنسر و كينة و لم يزال و كينة صغر و كينة و عندك أخوتك و أخوتك لدي اختي كبيرة وخوية لا يوجد باركة لا يوجد باركة لا يوجد باركة وشجعوني وشجعوني نتحدث عن الجديد عنوان طاعة نبي في هذا الكليب لديك أحد أداء جيد في تمتيل نذكر إليه هذه هي الاقتراحات سيني أطلاس من بين السينيما بريميوم في المغرب ربما تختاروا أن تفرجوا فيلم بما أنه كان ويكيند بخولونجي من تقديم سيني أطلاس التي كانت في الريباط وكذلك مدينة جديدة أرجوها عند ضيفنا أسامة كامل أسامة تذكروا على الجديد لك خرجتها هذه 3 أو 4 أيام ما كاملاش طاعة يا نبي كيف بدأت الفكرة كيف بدأت أول اجتماع وشنو اللي صدر الأول وش الكلمات وش الألحان وش الفكرة دي الكليب الفكرة جات كيف بدأت أول أولا في أولا وش العام بدأنا نفكره أننا نفكروا هذه القفزة النوعية كيف سنفكروا هذه الأعمال من معايير المعارضة أجل كيف سنفكروا لأنه هو مغني مغريبي منشيد مغريبي معروف تبارك الله عليه وشي واحد من صغر من أبناء الحي المحمى وكنت عارفوا من من زمان التانوية مصطفى المعاني كنت عارفوا مش حال هذه وبقاعد ذلك العلاقة فنيا كانت لقاعدة ودار الإشراف الفني ودار الإشراف الفني دي العامل وكما الإشراف الفني يعني من من ولادة الفكرة ولادة الفكرة قلت لورا أنا كنفضل إذا كنت غني ندير واحد لقاعدة نوعية كان بغين نبدأها ونصبارك وكيف ما نقول إحنا باش بالماديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأت الفكرة يعني قلنا غني نديروا كلمات دي على الماديح النباوي وقال يرا وحد السيد رأى تبارك الله عليه رأى علاقاني بهذا السيد يكتب الكلمات السياء وثمان عبد الحاكمي كان شكرتها من هذا المنبر هذا وبدأت الفكرة قال إياها هو السيد رغيب يخدم معنا وتبارك الله هذا شيء جميل من أول يعني إنتغازيون دي 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 بالقطع صافي وكملنا قلت لي توكل الله كملنا هذا شيء الحمد لله بي خير وعلى خير سهلا تمشينا عن السيبادر المخلوقي يعني هو يدر توزيع الموسيقي والسيبادر المخلوقي عنده 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 اسم كبير في المغرب يعني عنده دي سيكسي كيف ما نقوله كيف ما نقوله وقت لي هذا سيد بسم أعمال دي وطلقش بيش خصيان وطلقش بيش خصيا وطلقش بيش خصيا وطلقش بيش خصيا كيف ما نقوله قلت لي صافي هذا هو السيد الذي نخدمه معه يعني هذا الشيء أعجبته به كثير و هذا الشيء صافي و بدينا بدينا نايا في مرحلة التوزيع و تاني فاش زادها جمالا الحمد لله فاش جينا بدينا كان نفكره في الفكرة الكليب هنا كان شوية القضية لأنه صعيب نقاشات نقاشات على كيفاش غن نديرو سوعتوه في واحد جوج ديل فاش شق اللول تقدر على المديح النبوي و فاش شق الثاني تقدر على التوبة و الموضوع و علاقته بالشفاعة و ذلك يعني كان قولوه كيفاش هاد الفكرات زمان جوجة الافكار نجمعوهم في كليب واحد و ذلك شيء و بقنا كان نفكروه و افكالي كنت خانتكونا زمان عادنا بجهة لميتة و كيفاش كان نخرجو هاد شيء و تكون فكرة واضحة و كتلبس على الكليب و كيفاش نقولو بقات هاد شيء هذا بحلاكة قنا كنت نديرو بزاب ديلي سيناريو سيناريو الاخير اللي جابيه سي أشرف موناجي اللي هو اللي دار الإخراج دي للكليب و توتو تبارك الله عليه عنده أعمال ناجحة نقدر لي عليه السيء 8 قلت ليه صافي وراني دك شي قلت ليه صافيه حسيت عندي واحد الحاجة في حياتي دكليك كي تتراولي بحلاكة المرات ما كنحسبهاش مزيانه لكن كنحس بها رعيي غدي تكون فعلا تلاقينا من أول اللي قاعداز الكورن ديان أبخي مين باين سمان بدين نختامين في حدي الحمد لله شكر الله كان الفكرة ديال اننا معافيها أمي و أبي قلنا الفكرة للوالدين شوية ولات فكرة ديال الأم ووطح الاختيار للحاجة فضيلة بن موسى اختيار جد مناسب تبارك الله عليكم و تبارك الله عليها كيف اجدت المشاركة جميل جدا جميل جدا جميل جدا جميل جدا يتحفره شكرا forgot فكرة تبارك في هذا المنبر و إنسانة جدا متواضعة على جلالة القدر في الصحة الفنية ولكن aquesta متواضعة أعوناتكم بالصح؟ تقنعتها بسهولة؟ تقنعتها بسهولة لأنه أعجبها الموضوع قتلت فيه الوالدين في صلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعجبها بزاف الموضوع الأبخيسي وأعونا بسهولة كيف تشوف الخطوات المستقبلية أسامة؟ هذا ما أريد أن نعرفه لا رجوع الاستسلام سعيدا بذلك سعيدا بذلك كيف تشوف الخطوات المستقبلية؟ لا أعرف كيف تشوف الخطوات المستقبلية؟ يقول لها كانت جيدة كيف ستشوف خطواتها هناك يقول لها تحدي وإن شاء الله كيف يحب لنا نظن أننا سنكون مستقبلين تحدي ونقدم حواجات جيدة إن شاء الله أسامة كامال، فكرنا في فقرة هي فقرة مفاجأة، واحدة صويرة ولكن بطريقة جديدة فكرنا أننا نكبروك في السن تستعد نشوف نتيجة؟ مرحبا، نستعد مرحبا، نستعد نشوف الخطوات المستقبلية ثلاثة جوج واحد، كبرة صغيرة الله الله أرسل الله هذا يمكن أن تشبه له أحد الخالدي كنت تشبه لي المؤمن بعد الشعر ما طاحش الشعر ما طاحش، اللحية ما زال، النظرة ما زال الفيستا بي خير، تايا الدكور دي الكليب أدرا لا، لا، عرفت كيف تشبه رأسك من بعد 31 سنة أو 40 سنة؟ جميل جميل، إلا بقنا بحل كرم ما شعر بعد مطاح سنة، نبقى أمها ذلك، بخير ما تريد أن تعرف من هذا السيد مثلا، تخيله عاش هذا المدة كاملة، إذا كان لديك سؤال أو شيء، جاي في الطريق بتي تعرفه، ما هي؟ لا أفهم هذا السؤال مثلا، تخيله نتيجة عشتي 40 سنة لك، كيف تشبه رأسك من هنا 40 سنة؟ عندما تشبه ما يمكنك كيف حرما ما هو الأهم ما هو الأهم بل أن تنجيره لم يرغب أبيع لا أعرف ما يمكنك ولكن يمكنك أن تقول الصحة هل يمكنك أن صحة؟ صحة مهمة، ومهما التي تم تنجحتي في صحيحه صعيحه دائما كتبت صحيحك أو كانت صعوبة ما يخص الصحة؟ أحد مرة أعرفه كثير من الناس هو أنني مرأت بشيء المرضي صعيب وكان عندي صراطان لتدي كان عند رجال ولكن بشكل قليل جدا وكانت في مرحلة الذي صعيبة بشيء من حياة دي ترى المقتبل وكانت تجوجت عندي ابنتي عندها عام ولكن الحمد لله مفضل صدر ببي ومفضل العائلة ديالي اللي وقفوا معاي واحد وقفة كبيرة من هذا المنبر كان حيي الزوجة ديالي فالذيك اللي وقفت معاي بالصح فالذيك الوقفة فالذيك المرحلة ونساب ديالي ودارنا دارنا العموما صحاب ديالي والانتوراج كامل كان يعني كان كان عاوني بزاف الحمد لله دازت كانت مرحلة صعيبة نسمنا شيميو شيميو تيرابي ايه حجباني باقي ما مراجعوش يعني الاصل ديالهم لحد الساعة وقالت فيه اثار في الجسم ديالي اللي كتفكرني باديك المرحلة وكتفكر بـ المساج اللي كنت تفكره دائما هو سيدر ببيت يعطينا نهار جديد فهو فرصة جديدة باش تكون احسن تحدي تحدي كبير تبارك الله عليك اللي أخلك بصحيح تك والك الحمد لله دابا بي خير الحمد لله الحمد لله دبعاد فهمت على الصورة قلتي باقي شعره باقي حجبانه باقي السنانة دبعاد فهمناها بالضبط أسيدي تبارك الله عليك أسامة كمال الصوت السليم وان شاء الله الجسم السليم والعقل السليم وان شاء الله مستقبل مستاهر في المجال الفني كريمة أخيرة أشكر ميديان تيفي على الاستضافة فهذا شرف كبير لأنني أحضر معكم في هذا البرنامج الرسالة الرسالة اللي بغيتنا نقدم من هذا المنبرة هو الفن ليس شيء رخيصة خاصة ان شاء الله وفيها نديروها في أحسن القوالب يعني أحسن يكون فيه الرسالة يكون في أحسن قالب حيث ماشي أجيو يكون فنان ماشي أجيو يكون فنان وكاين اللي تبارك الله فنيا يعني مزيان ولكن يعني يعني خاصة تشوف هذوك الشباب اللي طالعين واشمن ميصاجك توصل لهم واشنو بغيتهم يكونوا في المستقبل وصلت الفكرة تبرك اللي عليك وما شكرا ليسي زرتينو وديكرة مولد نبوي شريف مباركة على الجميع وصلنا نهاية الحلقات اللي بزار بزار فراثكم شكر من وصول الطاقم تقني والفني وتلا وفراثكم ودائما بيناتنا بات روك